أهلاً وسهلاً مشاهدين الفضائية العرامية وحلقة جديدة من برنامج أضواء على العراق هذا المساء الأربعاء التاسع والعشرون من شهر تشرين أول 2014 وكالمعتاد مشاهدين الكرام برنامجنا مباشر وبإمكانكم بعد قليل الاتصال للمداخلة في أبواب حلقة هذا المساء اختارية عنوان اللي حلقتنا الليلة هو عن ضحايا داعش بين الابتزاز والإهمال هذا رح يكون الموضوع الرئيسي عندنا لكن هناك مواضيع أخرى نتحدث قليلاً عن بيت المال الداعشي نتحدث عن القلق اللي موجود بالأوساط الدولية حول آثار بابل قليلاً عن المدارس أو النظام المدرسي بالعراق نتحدث عن محنة أخوتنا أبناء الطائفة المندائية في العراق وربما إذا سمح أدنى الوقت نتحدث عن قانون يراد تمريره في مجلس الوزراء اسمه التوازن في مؤسسات الدولة هذا إضافة إلى ما ربما المشاهدين الكرام يكون عندهم أسئلة أو مداخلات أو مواضيع قد يجوز تكون من خلال الحلقة لكن خلونا بالبداية نبدأ مشاهدين الكرام مع الموضوع الرئيسي اللي هي محنة اللاجئين بعد أن احتلت داعش الموصل احتلت بلدات سهل نينوى احتلت أجزاء كبيرة من تكريت من الرمادي من كل هاي المناطق وطبعا هذه لم تكن أراضي مقفرة لم تكن أراضي صحراوية هيا كانت بلدات عامرة بالناس وبالمؤسسات بالمدارس كثير كل جوانب الحياة طبعا بيهم اللي استشهد بيهم اللي انقتل وبيهم اللي افتر أن يخرج من هذه المناطق بحثا عن مأوى بحثا عن مكان يقدر يحمي به نفسه ويحمي به عائلته وبالحقيقة الرقم اللي مطروح من قبل المؤسسة الحكومية يقال من جراء هجوم داعش واحتلالها للموصل وهاي المناطق الأخرى الرقم المطروح هو بحدود المليون وربع عراقي اضطروا إلى ترك أماكن سكنهم هذا كان في بداية شهر حزيران هم لما هجموا على الموصل واحتلوها كان في يوم عشر حزيران طبعا اليوم احنا ذا نحكي بعد مرور أربعة أشهر ونصف أو أكثر تقدموا بكثير من المناطق كثير من المناطق اللي كانت مأمونة الآن أصبحت مناطق ساخنة فالعدد هو في زيادة ولما كان العدد في زيادة التوقع العام كان بأن المؤسسات المعنية الدولة، الوزارات، مؤسسات الإقليم وحتى الجهد الدولي كنا نتأمل أن يكون متوازن مع حجم المحنة وحجم المصيبة التي تزيد أيضاً مع هؤلاء الناس الخشية، كل الخشية هو أن يتراجع الاهتمام الدولي لأن بالنسبة للاهتمام العراقي أنا مع كامل احترامي للمؤسسة الحكومية العراقية التي لا تبدو من خلال مجمل عملها ومجمل تاريخ هالحديث يعني قل نقول بعد 2003 لأنه حتى اللي كانوا قبلهم ما كانوا يعتبرون البشر بشر يعني كانوا يعاملوهم غير معاملة معروفة هاي للكل لكن المؤسسة العقلية اللي موجودة كيف تتعامل مع الحالات الاضطرارية كيف تتعامل مع هاي الكارثة ها هي المشكلة يعني وأنا فيه أكثر من مناسبة لما أتحدث عن طريقة تعامل الدولة معروف لما أكو قسم من الدول يصيبها بركان أو يصير عندها هزات أرضية بالعادة ينزلون الجيش ويسوون خيام ويشوفونهم ملاجئ ويعني أكو كثير من الأمور هذا إضافة إلى الجهد الدولي اللي يجيبون لهم خيام ويسوون معسكرات يجيبون لهم أطباء الصيدليات متنقلة مستشفيات متنقلة أكو كثير من الأمور طبعا ما جرى بالنسبة للموصل وبلدات سهلين وحتى بالنسبة لتكريت والرمادي وهاي المناطق هذه ليست مناطق جبلية هذه مناطق سهلية وهم لما توجهوا توجهوا إلى مناطق أيضا مأهولة بالسكان يعني اللي راحوا إلى بغداد أو اللي راحوا إلى دهوك أو إلى أربيل أو قسم من المحافظات الجنوبية هذه مناطق مأهولة بالسكان ومناطق مدنية مناطق هي بعيدة نوعا ما عن ساحة الحرب معناها بالإمكان وضع خطة طارئة استثنائية للتعامل مع هؤلاء الناس الأهم من كل هذا هو وجود إرادة وطنية في التعامل مع هؤلاء الناس انعدام الإرادة الوطنية يسبب تصير كارثة هذا الإنسان بكارثتين لأنهم هو ضحية هذا الإرهاب الجديد اللي اسمه داعش وهو ضحية إهمال الدولة اللي هي معنية أصلا بالمواطن طبعا أكو أسباب و وحدة من أهم الأسباب هي قضية الفساد الإداري اللي موجود من الأسباب الأخرى هو التراثل اللي موجود بالمؤسسة العراقية بالحكومة العراقية بالوزارات هذا التراثل بالحقيقة يسبب أو يؤدي إلى أرقلة المشاريع في حال يعني لما تريد تنطلق وتريد تساعد القضية الأكثر خطورة مشاهدين الكرام هي بطريقة نظر المسؤول المعني إلى هؤلاء الضحايا لأن كان هناك تمييز وهذا التمييز تبين في طريقة التعامل مع مجاميع من اللاجئين قسم من اللاجئين اللي هم من طيف معين عملوا بطريقة وقسم اللي هم من طيف آخر عملوا بطريقة أخرى وهاي النتائج احنا لحد لن نشوفها كثير من العوائل اللي التجعت إلى أربيل أو اللي وصلت إلى دهوك بسبب الإهمال الحكومي وبسبب وجود مشكلة ما بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم أصبحوا هذول الناس بالنص كثير منهم موجودين ينامون بالمدارس طبعا المدارس ما مهيئة للسكن هاي وحدة كثير منهم موجودين بالكنايس موجودين حتى بالخيم يعني وكان أكوفة فيلم الحقيقة طلعته بعض الفضايات اللي هو صارت أمطار في أربيل وكانك هناك مشاهد مؤلمة لهؤلاء العوائل اللي كانت تسكن بهاي الخيم لأن حتى منطقة ما مهيئة للمشي يعني أرض ترابية ونصبوا بها خيم معلوم لكم لما يصير المطر كيف تتحول هاي المنطقة وكيف يكون حال الناس هذه الخيم ليست مجهزة بالتدفئة ولا يعني في الحقيقة فهذا وضع يرتى له مشاهدين الكرام ولهذا كان أكو هناك نداءات إلى التعجيل بإيجاد حلول لهذه المشاكل المسؤولين العراقيين طبعا كل ما تتوجه لهم الصحافة بأنها أنتوا سويتوا ما ستفعلون سويتوا أخيرا هناك كثير من المقابلات وكثير من المواضيع حول هذا الموضوع يعني إحنا هسا بنحكي في تشرين أول يعني بعد مرور خوالي أربعة شهر وشوية عن الحادثة لحد الآن المسؤولين يقولون إحنا تعاقدنا مع فلان شركة رح نجيب خمسة آلاف كارفان رح نجيب ألف كارفان رح نجيب كذا ألف كارفان وكذا ألف طيب وين أنتوا كنتوا كل هاي المدة يعني أنتوا بالأساس ما عدكم مشروع لتحرير هاي المناطق وحتى في حالة تحرير هاي المناطق هؤلاء الناس انتابهم الرعب والخوف يعني من يقول هذول الناس رح يرجعون مباشرة إلى بيوتهم بعدين أكو هناك دول وأكو هناك شركات يعني يقدرون يجيبوا لك هالك كارفانات يعني بسرعة قياسية الاعتماد أيضا على هنا تكمن كارثة أخرى اللي هي كارثة المنتفعين من مصيبة هؤلاء الناس هناك كثير من التجار وكأن السماء فتحت لهم كيسا من الذهب هذول ما كانوا يحلمون بيها يمكن الكارفاني لا أراد يجيبوا من فلان دولة ومن فلان دولة إذا هو سعره خلي نقول عشر تالاف دولار الآن يمكن يقدرون يبيعوه عشرين يمكن يبيعوه خمسة وعشرين ألف أكو طلب عليه وأكو طلب مستعجل عليه وبعدين هاي دولة انت ما تتعامل ويا الدولة شا تريد أضرب روح فلوس موجودة لكن الحل لحد الآن ما موجود مشاهدينا الكرام الحل والكارثة بالحل هو بقاء بلدات سهل نينوى وبقاء المحافظة وبقاء أجزاء كبيرة من تكريت ومن مناطق المحيطة ما زالت هي بيد داعش لا بل الأنكى من هذا هناك مناطق جديدة تضاف إلى خارطة هذا التنظيم الإرهابي يتحدثون عن منطقة هيت ويتحدثون عن القرى المحيطة بهيت يعني معناها أكل مزيد من الكوارث والمزيد من العوائل اللي رح تفضر إلى ترك بيوتها وأراضيها ومناطقها حتى تصير لاجئة وبالتالي نحو المصير المجهول حتى التحالف الدولي اللي هم يتحدثون عنه هناك عمل يقومون به لكنه الكل يعلم دون وجود قوات على الأرض لا يمكن القضاء على هذا التنظيم أو هاي الحركة ودون أن يكون هناك تشخيص حقيقي إلى من يقف خلف هذا التنظيم لأن قضية تحركات العسكرية مالتهم وقضية عملهم وهجوم هم تار بهذه المنطقة وهجوم هم تار بهذه المنطقة وبالتالي هذا التحشيد الكبير من الناس اللي داي مين داي يجون حتى لو يجبوهم من سوريا طيب من سوريا مين داي يجون قابل داي نزلون بفرشون لابد أكو مناطق معينة اللي داي تسهل عملية دخول هؤلاء اللي هم يسموهم مقاتلين أو جهابيين أو إرهابيين سميهم ما شئ كل هاي العمليات مشاهدين الكرام أمامها ثمن وثمن غالي الدفع ناس أبرياء و قسم من المسؤولين اغتنوا من وراء هاي العملية لأن استفادوا من وجودهم استفادوا من المنح الدولية اللي قدمت واستفادوا من تخصيص ميزانية خاصة من الحكومة العراقية لهؤلاء العوائل وباتش العقبة أيضا رح يستفادون من هذول الناس يرجعون إلى مناطقهم واللي ما رح يرجع من المناطق هم رح يستفادون القيعان والبيوت رح تنباع فيلسونوس والعملية مستمرة للأسف يعني نتحدث عن حالة مشاهدين الكرام يصبح بها المواطن رخيص سلامة المواطن تصبح خخيصة وتنعدم روح المواطن العراقية لأن تبدأ الناس تنظر للمقابل كم صفتة راح راح تجيب راح تجيب لش كم دفتر بي فايدة لو مي بي فايدة اقرالكم جزء من التقرير اللي طلع طبعا الحكومة العراقية منذ فترة سوت احصائية للعوائل اللي نسحت من مناطقها واللجأت الى مكان بغداد او اربيل او دهوك وقررت الحكومة العراقية منح مليون دينار لكل عائلة مليون دينار تساوي بحدود ثمانية وخمسين دولار وما معروفة اذا كانت هذه المنحة لمرة واحدة ام اذا كان اكو هناك منح اخرى هذا من الحكومة العراقية عدا من بعض التبرعات اللي اجت من المؤسسات الدولية او حتى من المؤسسات الخيرية القضية اللي موجودة ايضا في عملية تسليم هذه المبالغ لهذه العوائل ايضا هناك مشكلة وهنا يدخل عامل الفساد الاداري ونوعية البشر اللي اوجدهم نظام المحاصصة الطائفية اللي موجود بالعراق خلي اطرالكم بعض الاسطر من هذا الموضوع مشاهدين ذكر كبار المسؤولين في الوزارة العراقية المعنية بشؤون النازحين ان بعض المسؤولين في العراق يؤخرون الاموال المخصصة للأسر النازحة ويحولونها الى بنود اخرى وقد تم تدشين تحقيق فرلماني في مزاعم بان مسؤولين فاسدين في وزارة الهجرة والمهجرين يجبرون الاسر النازحة على دفع رشاوي من اجل الحصول على الدعم النقدي الحكومي يعني تخيلوا هذا المواطن خسر بيته وخسر ارضه وخسر الاتات وطلع بس بطرق روح ووصل الى هاي المنطقة وميعرف شنو مصير والحكومة مقررت لمليون دينار وعلى هاي المليون دينار تجري المساومات حتى ياخذون منهم رشاوي وفي هذا السياق اعترف السلام الخفاجي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين بوجود مشاكل ووصف نظام التوزيع بانه فوضوي يقول لقد حاولت فرض القانون والحفاظ على تنظيم العملية ولكن كانت هناك عقبات في طريقنا ضبطت الكثير من الموظفين وبحوزتهم انتبهوا مشاهدين ضبطت الكثير من الموظفين وبحوزتهم وثائق وملفات مزورة يدعون انها تعود لنازحين داخليين كما اوضح واضاف بان الاسر النازحة تدفع تكاليف هذا الارتباك هم الضحايا ومثل جميع النازحين وفي تصريح لشبكة الانباء الانسانية قال احمد السلماني وهو النائب السني الذي يمثل محافظة الانبار يقول ان موظفي وزارة الهجرة والمهجرين يطلبون من الاسر النازحة مبلغا معينا من المال كرشوة من اجل دفع مستحقاتهم هذا يجري في وضح النهار مشاهدين الكرام هذا الشيء لا يجري في الليل واذا كانت اذا كانوا المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين على هذه الدرجة من الانسانية وهذه الدرجة من المواطنة العراقية واذا كانت يستحقون هذه الوزارة واذا كانت يستحقون ان يكونون موجودين هناك وياخذون رواتب في نهاية الشهر هذا هو المعيد لما اكو لأي درجة واصل عندنا الفساد الاداري بعد لأي درجة والمشكلة ايضا تكبر يقول في كردستان وتعتبر مشاكل التحويلات النقدية اللازمة لدفع رواتب الموظفين ويعانات النازحين حادة بشكل خاص في اقليم كردستان بسبب الخلاف السياسي المستمر منذ فترة طويلة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن مبيعات النفط فهذا دخلت عندنا مبيعات النفط الكردستاني دخلت على الخط في قضية المواجهة مع مشكلة هؤلاء النازحين الحقيقة هناك ارقام تذكر بعض الارقام يعني انا حاولت انتقي بس حتى تكونون انتوا بالصورة عن اوضاع هؤلاء النازحين وين يسكنون يقول في بغداد المسجل تساطعش الف وثمانمية عائلة نازحة الى بغداد تساطعش الف وثمانمية عائلة نازحة الى بغداد معروف بالنسبة الى بغداد هناك بالاساس ازمة سكن طيب هذون الناس انت وين ترح تقعدهم وش رح تهيئ لهم اي مدارس اي عمل اي صحة اي نوع من الحصة التموينية يعني الحقيقة كارثة كبيرة اكو عدنا بالعراق الحياة تمشي انا ما اقول الحياة تتوقف لكن ان لا ننسى اكو هناك ناس هم ليسوا فقط ضحايا داعش هم ضحايا فشل الحكومة العراقية وحكومة الاقليم في الدفاع عنهم اولا وفشل الحكومة العراقية في مساعدتهم على تجاوز محنتهم ثانيا وهذه نماذج بسيطة يقال في دهوك هناك 88 الف عائلة وفي بغداد وفي بغداد قلنا اكو هناك تساطعش الف الحقيقة لما جرى الحديث مع بعض المسؤولين ومن ضمنهم السيد حسين القرطاني اللي هو سكرتير اللجنة العليا لإيواء النازحين واللاجئين في حديثه إلى موقع عن كاوي يقول لقد تم التعاقد على إنشاء 20 ألف وحدة إيوائية شخصيا مفتهمتها شنو إيوائية منيش طابوك خيم ورق كارتون ما أدري لكن هم مسميها 20 ألف لأن هاي أيضا طريقة حتى هم كل فتا هلقاد ويأخذون الحكومة هلقاد ويأخذون من المتحدة ما ندري لكن الأمم المتحدة بدورها أيضا بفعل الأموال المرصودة لمساعدة هؤلاء النازحين يقال بأن الأمم المتحدة تعمل على بناء 10 ألاف وحدة سكنية وهي في منطقة أربيل أتصور وخمسة ألاف إغاثة من وحدة من المؤسسات الإنسانية التركية وخمسة ألاف من الحكومة المركزية وخمسة ألاف من المحافظة نفسها الحقيقة كل هاي الأرقام لا تعني شيء المشاهدين الكرام كل هاي الأرقام عبارة عن أرقام الشتاء على الأبواب نحن في نهاية شهر تشرين أول هناك أمطار قادمة هناك شتاء هناك برد وهناك ناس ما زالوا موجودين في العراء وعندما أقول في العراء حتى لو كان عنده خيمة الخيمة لا تعني أي شيء لأنه تشاكيت يمكن يكون أدخن من الخيمة شنو قيمة الخيمة إذا أنت ما عندك تبريد وما عندك صرف صحي العفو ما عندك تدفئ وما عندك صرف صحي وما عندك يعني طريقة أنت تقدر تحامي نفسك بيها من الأمراض كلها يا أرقام الشيء الضريف ونحن نتحدث عن قضية الاتزاز والإهمال الحكومي ومحاولة المتاجرة أيضا بمحنة هؤلاء الناس لكن هناك صورة أخرى على الطرف الآخر الخبر بالحقيقة نشرته شبكة الـ تقول هذه الشبكة مسؤولان عن بيت المال لداعش يعني وزارة المالية مال داعش يسرقان ملايين الدولارات ويفران لجهة غير معلنة يقول قال مصدر أمني عراقي الأثنين أن أثنين من قيادي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يعرف بداعش والمسؤولان عن ما يسمى بيت مال المسلمين خلوا جوا خطين قام بسرقة ملايين الدولارات والفرار إلى جهة غير معلومة ونقل التلفزيوني العلاقي الرسمي على لسان المصدر الأمني قوله أن القياديان عربياء الجنسية مسؤولين عن ما يسمى بيت مال عصابات داعش في الموسى الأقدم على سرقة ملايين الدولارات والهروب إلى جهة مجهولة إحنا شنقول يعني هذا التعبير اللي دائما العراقيين يستعملوا ويقولون مال الحرام للحرام ليش هم داعش شنو قابل اشتغلوا وزرعوا والأراضي وحصدوا وجابوا هاي لهم وهم هم باقوها ووجدوا ذولا جماعة همكملوا المشهد وهم على خطى غيرهم أيضا لأنه إذا هذول يبوقون وينهزمون وأكو عد من جماعة هم دي يبوقون وينهزمون بس شنو الفرق يعني الفرق هو لما قيمة الإنسان تنزل إلى أقل مستوى هؤلاء الناس هذا هو الفرق الكبير في التعامل مع البشر وفي طريقة النظر والتعامل مع البشر للأسف كما قلت مشاهدين الكرام برنامجنا لهذه الليلة برنامج مباشر تصور رقم تلفون المحطة موجودة أمامكم 248 416 1300 بإمكانكم الاتصال والمداخلة أيضا في هذه المحاور اللي رح نتطرق إلها أيضا اسمحوا لي القضية الثانية مشاهدين الكرام هناك بالحقيقة حديث كبير يجري في أروقة المسؤولين وفي المؤسسات الصحفية والإعلامية بالعراق حول بعض التجاوزات اللي موجودة من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة التربية فيما يتعلق بقضية المدارس فيما يتعلق بالمناهج التعليمية معروف للكثير من المشاهدين بأن أكو هناك جهات مسؤولة بالحكومة العراقية ومن خلفها أحزابها اللي معظمها هي أحزاب دينية ورغم أنه هم بالحديث العام يحشون عن القانون الدولي ويحشون عن المدنية ويحشون عن عفوا الالتزام بقوانين المتحدة وكل هاي المؤسسات الدولية لكن من النحية العملية هم يطبقون الشيء اللي يريدوه وعملية الاستقتال على قسم من الوزارات مثل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي الاستقتال عليها من أجل السيطرة عليها هو نفس العقلية اللي كانت موجودة على الحزب البعث قدتوا تعرفون الحزب البعث سنة الـ 74 و 75 أقفل كل المؤسسات اللي يتخرج معلمين ومدرسين سواء خاصة بالبعثيين يعني وزارة كلية التربية كلية التربية الرياضية أكاديمية الفنون ومعهد الفنون الجميلة هذول اللي يخرجون المعلمين والمدرسين كلها صارت للبعثيين فقط ليش لأن راد المؤسسة التعليمية تدار من قبل البعثيين وبالتالي تدار من قبل عقلية البعث هاي النسخة كاربون كاربون لكنه مو تدار بعقلية البعث تدار بعقلية أخرى المصيبة اللي موجودة عندنا هنا أكبر حزب البعث كان حزب واحد يدرس الأمة العربية من الفاو إلى زاخو حتى للأكراد كان يعلمهم أنه أنت جزء من الأمة العربية أنت أمة عرب معروفة هاي للأشوريين والسريان وللكلدان والأكراد وللكل التركمان كل ما سواهم عرب اليوم طلع عنا بوعبع وجنة آخر أولا إقحام الدين في المنهج التعليمي إقحام يعني إحنا ما تخرجنا من مدارس تايوان هاي بالمدارس العراقية ومعروف بالمدارس العراقية بسبب طبيئة النظام وطبيئة الدولة كانوا يدرسون مادة الدين الإسلامي باستثناء أماكن صغيرة وأماكن محدودة جدا بسبب وجود نسبة عالية من المسيحيين كانوا يدرسون ديانة المسيحية كان أكون مادة الآن العملية أصبحت أكبر وأكثر منظمة كيف بالحقيقة جرى تفديل للمناهج الدراسي كلهم حسب منطقتهم من اللي عنده سطوة ومن اللي عنده قوة أكثر صارت المناهج مثل ميريد ومعروف منه هي القوة الآن اللي تتسيد بالبلد وتلعب بالبلد بدلت كل المناهج ووضعت وكان أكو هناك دفاع مستميد من قبل البعض بإدخال مواد إلى المنهج التعليمي تكرس مو الطائفية تكرس الحقد الطائفي بين أبناء الوطن الواحد الحقد الطائفي علموهم من الروضة وهذا شيء كلش مؤلم مشاهدين الكلام وشيء معيب انت دتسحق الطفولة وانت دتدمر هذا البلد ودتدمر وحدة هذا البلد ودتدمر تاريخ هذا الشعب فذول الناس ما مسؤولين الصار قبل 1400 سنة ما مسؤولين وما المفروض انت تعيشهم في ذاك الزمن خليهم ينطلقون نحو الحياة ويشوفون الدنيا شنو هي لكن هذا هو الواقع مشاهدين كرام فرض الحجاب على تلاميذ الابتدائية فرض الحجاب عزل المدارس هو اكو عندنا ازمة احنا بالبنايات المدرسية بالعراق ازمة رهيبة معدهم بنايات متهالكة الان سووا عزل مدارس للولد ومدارس البنات الاكثر مضحك من هذا بان المعلمات ما يدرسون مدارس الولد شي يشوف العراق بعد شي يشوف هذا الوطن بدلوا المناهج جابوا هذول الاساتذة اللي مخسولين غسل تمام توجهوا ايضا الى محاولة الاستفادة كيف يدخلون بعد دروس دينية اكثر تكاد تكون مادتي الرسم والرياضة من مواد الماضي لان كل ما دتجي الايام ديحاولون يقلصون من هذه المادتين مو حتى يدرسون رياضيات وحساب ولا حتى يدرسون صحة وجغرافيا وتاريخ لا تروح بعيد يستعيضون عنها بتدريس المواد الدينية والدروس الدينية اكثر ما يكفي التلفزيون ما تكفي الجوامع والحسينيات ما يكفي الراديو ما يكفي كل هذا الشي اللي دي يصير بالعراق وهذه المناسبات الان ايضا وراهم بالمدارس وهذه نتيجة مشاهدين اسوأ بلد بالفساد الاداري بالعالم اسوأ بلد ودعك من قضية النظافة وقضية الخدمات وهي هيا اصبحت الناس ما قامت تحكي بيها بعد للأسف هناك قلق كبير لان هذه الاجواء ايضا لا تساعد على انشاء جيل قويم جيل متوازن انت لما ما توفر لهذا الجيل فرص ان يعيش حياته بشكل طبيعي وانت لما ادخل الرعب والدخل الكراهية والدخل الحقد الى قلبه هذا كيف رح ينظر للآخر باي طريقة يعني تصور رح ينظر له اخوه عراقي يعني بالوطن وبالوطنية لو ينظر له كعدو لازم يشرف من دمه الطفل ليس مسؤولا عن ذلك المؤسسة الحكومية هي اللي تتحمل المسؤولية مشاهدين الكرام والوزارة هي اللي تتحمل وهذه الأحزاب هي اللي تتحمل هاي المسؤولية بالدرجة الأساسية لأن هي اللي تدخل هاي العملية ما عليك كتب الوزير وما عليك كتب الفرلمان شوف الأحزاب ما لاتهم شو تقول لهم كلهم كوكين وعلى هذا الطريق يمشون حرمانهم من الدروس التعليمية والترفيهية على حساب مواد أخرى سوف لن ينشئ جيلا يستطيع أن يبني وينتشي للعراق من محنته ومن مأساته اللي موجوده رح يولد شعب ووطن عوامل الفرقة وعوامل الدمار كامنة والآن يريدون أن يزرعوها مو عد الكبار يريدون أن يزرعوها بالأطفال حتى تبقوا وياهم طول العمر نحن بلكي هسا من نباوع للمشهد نقول كل مصائب العراق هي من قادة الأحزاب كبار لكن ما بالك لو كانت من قادة الأحزاب وانزل وصولا إلى تلاميذ الابتدائية هناك مشكلة أيضا في قضية إيجاد جامعات للبنات ومحاولة عزل البنات اللي موجودين يعني بالجامعات العراقية وتخصيص جامعات لهم يعني تكون جامعات للولد ويبدو يعني قسم من المراقبين وقسم من المحللين يعتقدون بأن هاي الطريقة يلجأ إلها بعض بعض الساسة وبعض المسؤولين موهومين بفكرة محاولة تقليد بعض الدول لكن حتى تقليد هذه الدول لم يثبت جدارته لأن ما قعدنا بالشرق الأوسط دولة شابه دولة لا بالتاريخ ولا بالتراث ولا بالتكوين ولا بالعقلية ولا كثيرا من الأمور ورعت كل دول الجوار شعب يعرف الإقراية ويعرف الكتاب ويعرف الفنون ويعرف العداب ورسم كانت كل هاي الدول الدز أبنائها إلى الجامعات العراقية حتى يتعلمون الآن صرنا نقلدهم حتى نسومهم وماذا نقلدهم ياريت لو نقلدهم في شيء بيحظ ياريت ياريت لو نقلدهم بالعلوم ياريت لو نقلدهم بالبنايات ياريت لو نقلدهم بالشوارع يقلدوهم حتى يعزلون الولد عن البنات طيب وبالحديث حول هذا الموضوع أيضا بالعودة إلى المشكلة الموجودة الآن بالعراق مشكلة داعش بالحقيقة داعش تعاملت بشكل غير حضاري وغير طبيعي مع المكومنات الدينية اللي كانت موجودة في بلدات سهل نينوى إن كان مع التراث المسيحي أو التراث الأزيدي ومعروف للكثير من المتابعين وحتى بالتعامل مع التراث الإسلامي بتفجير قسم من المراقد تفجير الكنائس تفجير معابد لالش في سنجار وأيضا نظرتهم إلى قضية الآثار ونظرتهم لأنهم يعتبرون كل تمثال يعتبرون صنم وهناك من أوصاهم بأن يفلشون كل الأصنام حتى إن كان لسنحاريب أو إن كان لأشور فانيبال أصنام هم يسموها هاي الحضارة مالتهم وهاي هي الثقافة وهاي هي العقلية مالتهم فهناك قلق لدى الرأي العام العالمي لأن قسم من المحارك اللي كانت الدور في جرف الصخر ولو الآن قوات الحكومية العراقية يعني خسب ما تذكر بعض التقارير استعادت السيطرة عليها هناك قلق من أن تسيطر داعش على باب وفي حالة سيطرة داعش على باب ماذا سيكون مصير باب باب الأثرية الخوف مشاهدين الكرام هاي الأثار يعني هي لا تحكي قصة شعب ولا تحكي قصة التأريخ وحضارة وكل هاي الأمور إنما هاي الأثار لا تعوم وبالتالي وبالتالي إذا أكو هناك تمثال أو إذا أكو هناك لقى أثرية وأنت كسرتها أو هدمتها أو فلشتها هاي انتهت وانشالت من التأريخ هذا هو الخوف وشخصيا يعني لا أحد يعلم ماذا فعل الداعش مثلا بالآثار اللي موجودة بالموصل لأن الموصل لا تقل يعني من ناحية الآثار لا تقل أهمية تأريخية عن بابل وعن هاي المواطن أو المناطق الأثرية المهمة بتاريخ العراق وتاريخ العالم أيضا سووا بها سووا بالتماثيل نمرود الحضر المتاحف اللي كانت موجودة المتاحف اللي موجودة بالجامعات ما ندري وهم ما يطلعون يعني هما من لسوء حظنا مثلا ما يطلعون تقارير يخلوا فلشنا فلان هما طلعوا شون يكسرون التمثال مع المريم العذراء وشون يحرقون الكنيسة وشون يفجرون معبد لالش يعني هذا حتى يدي تزور رسائل الى هؤلاء الناس اما يدي تزير الآن السرقة للآثار تدمير للآثار تفجير للآثار في الحمير ننتظر رحمة الله نشوف شوكد القوات العراقية الباسلة تحرر العراق من هؤلاء المجرمين والخوف ما زال موجود والقلق ما زال موجود لأن يعني يبدو هذا التنظيم عنده فهدف معين اللي هو القتل والتدمير والحرق وبالتالي هو لما ينتهي يكون قد أدى غرض يعني بالعراق وبالمنطقة إن كان في سوريا أي منطقة اللي يروح لهم أخذ فوقفة قصيرة مشاهدين الكرام وأعود لكم لأكمل لأن قدنا بعد مواد دسمة ومواد حلوة لكم في هذه الليلة ابقوا معنا لحظات وأعود لكم إلى جميع حباءنا المشاهدين بشرة سرة قريبا على شاشة الآرامية سوف تبث الآرامية ولأول مرة برامج بث مباشرة من أستراليا مع قصص وخدام مباركين وأيضا برامج بث مباشرة من كندا وجديد الآرامية برامج يومية مسجلة تعرض لأول مرة على هذه الشاشة لمزيد من المعلومات أو للاستفسار عن هذه البرامج اتصل بنا على رقم الهاتف 248-416-1300 وصلوا لأجل استمرار هذه الخدمة واستمرار هذه البرامج على شاشة الآرامية عزيزي المشاهد إذا رغبت في مشاهدة برامج الترينتي تشانل باللغة الإنجليزية 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع يمكنك الآن مشاهدتها من خلال الآيفون أو الآيباد بالذهاب إلى كلمة أبستور وقم بطبع TCT ثم أضغط على لوجو الآرامية وسوف تظهر لك القناة أو يمكنك أيضا تحميل تطبيق الآرامية ABN والضغط على كلمة English Channel وسوف تظهر لك أيضا القناة الإنجليزية ترينتي وإذا أردت مشاهدة القناة أيضا من خلال جهاز الكمبيوتر ما عليك سوى زيارة موقعنا www.trinitychannel.com أودأ لكم مشاهدين الكرام وأذكر بأن برنامجنا لهذه الليلة هو برنامج مباشر وبإمكان الأخوات والأخوة الاتصال للمداخلة والحوار سوية حول مواضعنا بالحقيقة هناك موضوع مطروح باستمرار وبين فترة وأخرى يظهر إلى السطح اللي هي معاناة المكونات الصغيرة بالعراق ونحن لما نقول مكونات صغيرة بالحقيقة هذه لم تكن مكونات طارئة في التاريخ العراقي إذا أردنا نتحدث عن المكون المندائي والمكون المسيحي والمكون العزيبي هذه المكونات بالحقيقة هي تكاد تكون لبة العراق ولبة تاريخ العراق وما أدري يعني لست من باب التشاؤم لكن من الناحية المنطقية لما تذكر العراق إذا ما تذكر هذوله إضافة إلى المكون اليهودي أيضا اللي أصبح وللأسف شديد في خبر كانه قبل أن يجون الآخرين للعراق للي دارس التاريخ واللي يعرف التاريخ حتى لو ما يريد يكون منصف مو مشكلة بس الآخرين ما كانوا موجودين بالعراق هذوله كانوا موجودين بالعراق وبين فترة واخرى يظهر أن حاكم مرة حاكم عادل وتمشي الأمور بشكل طبيعي ويطلع لك مرة حاكم ظالم ويخرب الأكو والماكو وترجع مرة تلق الكرة لكن ما جرى الآن بالحقيقة شي مريع وشي لم يسجله التاريخ بالسابق وحتى سياسة النظام البائد لم تكن نتائجها بما نعيش اليوم مكونات بأكملها مهددة بالانقراض من موطنها الأصلي شا تريدون شا تريدون بعد شا تريدون بعد يعني هاي قدامكم الجريمة اللي صارت في سنجار والجريمة اللي صارت في بلدات سهل نينوة آخر وأكبر معقل للمسيحين بالعراق وما يجري أيضا للمكون المندائي مشاهدين الكرام بعض الأخوة يقولون هاي سياسة داعش وهاي ذوله جماعة يزيد وذوله هم السنة وذوله هم الوهابية وذوله هم جماعة السعودية وجماعة قطر يعني ممكن للإنسان أن يغالط نفسه ربما هذا الإنسان يكون مستند إلى معلومات غير دقيقة سامع يمكن عنده اختلاط لكن أني كذب صعب وعليما تريد تكذب يعني إذا تكذب على واحد ما يعرف يصدقك أما تكذب على الضحية كله صعب في جنوب العراق اللي يعتبر الموطن الأصلي لأبناء الطائفة المندائية يعني نتحدث عن الإعمارة والناصرية ومن البصرة وصولا حتى للأهواز هاي المناطق اللي بيها مصطحات مائية أو اللي تجري بها الأنهر دول الناس عايشين هناك يعني آلاف السنين حاولين يعني وصلت الدرجة بيهم كما تقول لأهواز بعض الأخبار الاحتماء بالعشائر العربية الكبيرة يقول لك حتى على الأقل يخلصون من شر الآخرين وللدرجة بناء هذا الطيف لا لهم طمع بالسلطة لا لهم طمع بالدولة لا يريدون فلوسكم لا يريدون قيعانكم يريدون بس يعيشون عندهم هذا التقليد مالتهم وعدهم هاي الآدات وهاي الناس ما لها شغلة بيك ويطلع واحد يقول لا هم عايشين ومرتاحين وهاي شلون يعني عايشين ومرتاحين شقدت كان عدد المندائيين في جنوب العراق قبل 2003 في عهد الدكتاتور صدام في عهد البعث وفي عهد الجيش الشعبي وفي عهد القصف والحرب العراقية الإيرانية والدمار وكل شي وشقد عددهم بعد 2003 وبعد تحرير العراق وقيام العراق الجديد على يد هذه النماذج اللي تحكم اليوم يطلع واحد يقول لي شقد عددهم ومن الذي يستهدف أبناء هذا المكون وقبلهم استهدفوا أبناء المكون المسيحي لا تقول لي أكو عائلة مسيحية بالعمارة وكل أهل العمارة يحبوهم ما نريد واحد يكذب على الله ولا نريد واحد يضحك على الله لأن تاريخ العراق لا تبني عائلة واحدة بالعمارة أو عائلة واحدة بالناصرية تحكي عن آلاف الناس وشقد حياتهم تمرمرت واندمرت من صعدة هذه الزمر للحكم ومن صار حكم الميليشيات وحكم الطواف هو سيد الموقف بالعراق هذا نقس نقس ما أدري علي من تنطبق هاي الكلمة ومن هو النقس بالعراق اليوم اللي يخدم وطنه واللي يمحلل خبسته لولي يبوق وينهب هو النقس بأي قانون تريدون تحكيون وبأي كتاب تريدون تفتحون مو مشكلة نحكي بالعدل لأن سهل عليكم تقولون اليوم الحكم بيديكم ومن السهل تقولون على هذا نقس وعلى ذاك كافر لكن امامكم يقول اعلم ان الدهر يومان انا بس اذكركم اعلم ان الدهر يومان لأن قبلكم كان اكو واحد تعرفون كل الزين من يا زرف ومن يا مكان طلعه بس الواحد مرات ينسى وينسى منين اجه وينسى تاريخه وينسى ثقافته ويعتقد صعد للأسف ابناء المكون المندائي مشاهدين الكرام بسبب من طبيعتهم وبسبب من القوانين اللي تعيشها هاي الطائفة عددهم عدد محدود يعني معروفة هاي هناك ارقام بالحقيقة انا ما اريد اطرح رقم لان قد جوز بعض الاخوان ربما او بعض المشاهدين ربما عدهم الرقم الاصلح لان انا في فترة من الفترات كان عندي رقم بعدين اتبين بان الرقم غير سليم اليوم رقم اللي موجود هو رقم متواضع جدا ورقم مرعب ورقم مخيف مشاهدينه يقال في العراق يوجد الان خمستالاف او اقل من ابناء الطايف المندائي وهو لا موزعين ما زالوا موزعين ما بين المحافظات في جنوب العراق وما بين بغداد وما بين قسم من الاخوة التجعوا الى محافظات كردستان وما يعرفون ايضا شنو مصيرهم وفي كل يوم ابناء هذا الطايف مستهدفين مستهدفين من التعصب الديني اللي موجود مستهدفين من التعصب الطائفي اللي موجود مستهدفين من التخلف مستهدفين من العصابات المحمية من احزاب السلطة انا افهم اذا واحد من ابناء الطايفة او اذا واحد مسيحي او يزيدي وقع بيد فذول المتطرفين داعش او اي جماعة ذبحها او قتلها نفهم هم ذول جايين على الذبح ما عدهم غير شي لكنه لما تصير الحادثة بالعمارة او تصير بالناصرية او تصير بالبصرة هذا مفهوم اخر لما ينخطف الشخص ويطالبون اهله مفهوم اخر لما يهجمون على محلاته ويبوقوه ومو بس يبوقوه ويخطفوه واحيانا يبوقون المحل ويخطفوه وياخذون الفدية ويقتلوه اي درجة من الحقد واي درجة من الكراهية واي درجة من العراقية الصادقة لا تمتلكون السيد عبدالجبال الاعتابي او الكاتب العفو عبدالجبال الاعتابي اللي يكتب في موقع الاف الالكتروني كتب عنوان مغري بالحقيقة يقول الصابئة في العراق دجاجة تبيض ذهبا وقتلهم حلال للأسف في هذه المقالة طبعا هم الكاتب عبدالجبال التقى بالعديد من ابناء الطائفة وطبعا اكو هناك هاجس اكو هناك هاجس من الالم اكو هناك هاجس من الخوف من القلق قلق على المستقبل القلق على المصير القلق على حال البلد ايضا يعني دول الناس مو بس يهمهم نفسهم يهمهم لان سلامتهم هم من سلامة العراق وسلامة العراق ايضا سلامتهم فاذا كان البلد بهذا المستوى طبعا ما ينال ابناء البلد ينالوهم وينالو المسيحيين وينالو اليزرية والاخرين احدى المضيف يعني احد اللي كان استضافها راهب الخميسي الستراهب الخميسي تقول الابناء الطيف لم يحسن التعامل معاهم ابتداء من الدولة العراقية يعني وبعدين نوصل الى المحيط العام حرموا من الكثير من المراكز الادارية المسؤولة بالحكومة السبب ليس بسبب قلة كفاءتهم بالحقيقة السبب هو سبب ديني يعني سبب اكو تمييز واكو اقلية متخلفة تمزج ما بين تفضل واحد يكون من دينها يكون حرامي ويكون انهيبي وجايب لشهادة مزورة تفضل على واحد من دين اخر ويكون نظيف ويكون كفو ويكون جاد ويخدم وطني هاي العقلية هاي اللي موجودة مو ليوم بالمناسبة مو ليوم في زمن المرحوم عبدالكريم قاسم جرى افتتاح جامعة بغداد كان يقعدنا كليات لكنه في ذاك الوقت جرى افتتاح جامعة بغداد طلب عبدالكريم قاسم من المسؤولين من اللجنة المعنية قالهم جيبوا لي اسماء داري ذا اختار واحد يكون رئيس للجامعة وفعلا هاي الحادثة مذكورة ويمكن كثير من الاخوان يذكروها جابوا لمجموعة اسماء انطرحت قدامها بالاجتماع حط ايدها على اسم من ضمن الاسماء كان العالم مندائي مرحوم عبدالجبار عبدالله قالهم انا اختاريت عبدالجبار عبدالله فواحد من القاعدين من اللجنة شوفوا العقليات مشاهدين يا كرام شوفوا العقليات وين وصلت هذا البلد وشون ثمن احنا دا ندفع واحد من القاعدين قال يعني سيادة الزعيم هذا صبي باوى عليه قال انا اريد لي رئيس لجامعة بغداد ما اريد لي امام للجامع حتى لو صبي عراقي هذا عراقي وشخص بمستوىه طبعا معروفة القصة ومعروف النتائج اللي دفعنا ثمنها فمن ضمن هذا الحديث مشاهدين الكرام تقول الست الخميسي تقول بان حرموا من الكثير من المؤسس طبعا اكو هناك عقلية ايضا موجودة بان ما يصير يعني ابناء مكون يغذون امر من واحد مو منهم يعني مو من مو من مجموعتهم ريدوني ابنون اوطان القضية الاخرى اللي تعاني منها هذه الطائفة هي انعدام السلم الاهلي وهذا اللي شفناه بالحقيقة لما الدولة تكون غائبة ومن يتسيد المشهد هم اصابات او ميليشيات او يأتي شخص بسبب من موقع الديني هو اللي يفتي بالمنطقة هو اللي يفتي بالمحلة من هو الكافر ومن هو المؤمن ومن هو النقس ومن هو غير النقس الدولة غائبة مشاهدين الكرام لو الدولة موجودة ويطلع واحد يقول لي على هذا انت نقس هذا انا مو من دعاة ان يتعلق لكن من دعاة ان يقدم للقضاء ويقول لي عليه استناد انت مو الله ولا انت اله ولا انت دولة حتى تفرض هذا الشي عن الناس ما تريد يدخل بيتك لا يدخل بيتك لكن انت ان تسفه بالمجتمع مكانك يكون بالسجن ها هي الدولة يحشون الجماعة هنا اكو قسم من الاخوان اذا احشيت ويا كلمة وحدة قلت لك كامل جاكي يروح يقيم عليك دعوة يقول ها اهانة وهذا هو كذا موت البشر هنا قدت ذبح وهم بدم بارد شنو من يمك من يمك غفور الرحيم ومن يم غيرك شديد العقاب يعني شلون ما تصور الدائرة يمكن تدور للأسف هذا هو واقع البلد مشاهدين الكرام اذا انت عايش بطرف وجاء لك واحد من ذول الحرامية وقال لا تحجون يا ذول البيوت وذول كلهم كفرة لو أنقاس يعني شو بقى مصيرك انت بالمنطقة هذا بيتك لو يسوا مليون شقريس وهسة ومن هو رح يشتريه منك تدرون هم لازم يجب يجبون قاصر ويغسلون كل البيت مع اشتداد ها 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 الغلواء الديني اللي موجود للأسف ابناء المكونات الصغيرة دفعوا ثمن غالي معروف لأننا مبينين يعني إذا كان بالمنطقة وإحنا يعني هاي جماعتنا معروف يعني العراقيين هذا بيت فلان وهذا بيت فلان جماعة وهذا هم يعني بين هاي القضية فمو من الصعوبة يعني في مكان بوجود هذا السلاح وبوجود هؤلاء الناس اللي زاعتهم القاع يعني شنو المانع انت إذا تطيل ورقة أو ورقتين تقل روح وقتل لي فلان اخطف لي اخطف بيت اخطف مرت اخطف اخطف ذب لك رمانة بالبيت مالتهم ذب لك رمانة بالمحل مالتهم شنو المانع يعني ليش تستغربون دولة ما كو الطوني إذا أكو دولة خلي طلعون هاي يوم لليام محاكمة ما يطلعون إياهم بقناة الفيحاء عفوا لابسين فرتقالي لينقسم من هاي كانت تمثيليات مشاهدين الكرام تدرون ليش لأن يطلعون بالتلفزيون حتى يسكتون الرأي العام ويقولون بأنه الشرطة تتشتغل وتتعمل وكل شي يأخذوهم للسجن سجن التسفيرات وورا كم يوم تسمع صار عملية هروف جماعي من السجن تمثيلية لو متمثيلية ضحك عن ناس لو مو ضحك هذا هو الواقع العراقي الغدير والكرادة ومناطق كثيرة من العراق كانت مشهورة بوجود المسيحين روحها سيشوفوا شقد أكم مسيحين بيها شقد أكم مسيحين بلدات سنين هاي البلدات التاريخية اللي عمرها مئات السنين وعلاف السنين الآن قاموا يجون لها جماعات بس الله يدري من أي مزبلة من منزابة للكرة الأرضية قاموا يجون ويتحكمون بهؤلاء الناس هذا السبب لأن دولة مختفية أو دولة ما تتحمل مسؤوليتها القضية الأخرى اللي يثيرت في هذا الموضوع بالحقيقة هي فكرة أيضا لها علاقة بتراجع دور الدولة طبعا معروف الدولة عندها حكم بالمدينة كل ما تبتعد عن مركز المدينة كل ما حكم الدولة يقل إلى أن توصل إلى منطقة تنعدم بها الدولة اللي يحكم هو رئيس العشيرة والجماعة الليوية دولة اللي يحكمون فاتخيلوا أنتو في جنوب العراق في هاي المناطق بالحقيقة اللي الزراعية واللي على الأنهر وهاي مو كلها عايشة بمراكز المدينة شيخ هاي العشيرة أو قرر بشيء منه أصبح مصير هؤلاء الناس كلها بيدة يعني طلعون طلعون تبقون 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 نسوان نسوي فصل تبقون خمس نسوان نطيع يعني كل شيء موجود مشاهدين يا كرام لن تستبعدون والقصص اللي في بعض الأحيان نسمعها بالحقيقة مو بس قصص خيالية قصص يتقطع لها القلب أن تجري هذه القصص في دولة تريد أن تكون دولة مدنية يعمل لشعب يريد أن يرتقي مثل باقي الشعوب كنا نتندر بالسبعينات على دول الخليج نضحك على الكويت طبعا الكويت كانت شوية نتقدمها أكثر على الإمارات وعلى أبوظبي وعلى ذولة رأس الخيمة وشنا نفحك رأس الخيمة شنو معنى شون دولة هاية رأس الخيمة وشوفوا رأس الخيمة شوفوا رأس الخيمة بنت وشوفوا وين وصلنا احنا صار تشارنا ما لوالي العائلة الوحدة عندها أبناء في شكم قارة موجودة حتى لو كقارات جديدة يمكن همشان راحوا للعراقيين الآن واقع مشاهدين الكرام المشكلة من الممكن احنا أن نتحدث عن المشكلة ومن الممكن أن نشخصها ومن الممكن أن نرجمها من الممكن أن نرفضها أن ندينها هذا غير كاف غير كاف ما لم نتحل بالشجاعة لطرح البديل دون البديل هذا الوطن رايح دون البديل من يحكم العراق شل من الحرامية والمزورين هذا من يحكم العراق اليوم كيف تأتمن أنت لوزير جايب شهادة مزورة كيف كيف تأتمن لوزير التعليم العالي أعلى شهادة كان عنده هي شهادة ثانوية بالتالي يسلقوا لي يا سلق سوو خريج جامعة ونطو ماجستير ونطو دكتوراه علي من الضحكون شون أنت تأتمن لوطن لحكم هذه النماذج إذا هو ما عنده غيرة أنت 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 شنو موقفك ماكو غير البديل مشاهدين الكرام وأتمنى أن تبعون على تونس وتشوفون إش كان موقف هذا الشعب العظيم من حكم الإسلاميين لثلس سنوات ويا باب لزموهم نتمنى أن يتحلى الناس بحب لهذا الوطن لما تقعدوا يا المصريين أنا ما أتصور يعني بين السماء وبين الأرض أكو شيء حلقهم أجمل وأطيب من كلمة مصر وأنا أحسدهم على هذا الحب وتقعدوا يا التوانسة يمكن نفس الشيء ما يقول لك أنا من فلان طايفة ومن فلان ملة ومن فلان عشيرة ومن فلان دربونا وأحنا سونا فلان شيء يعني أكو كثير من الأمور يراد كثير من هاي القشور اللي حاولت بعض الأحزاب أن تلصقها وتدخلها بالدم العراقي تسممه للدم العراقي وتخلينا نباوه على البشر أعداء لأن حادثة صارت قبل الله يدري ما راح نقدر رمني الوطن إذا ما هذا الوطن ينبني على أساس فصل الدين عن الدولة ومنع ومنع أي حزب يقوم على أساس ديني ما ريدك هذول العراقيين التموت قولين هسا يدتوا راح تخلصونه من الأقليات شي بقى لكم تبقون بس التبياناتكم تبقون بس التبياناتكم عدكم هذا الدين الموجود يعني شي تريدون يسسون للعراقيين أكثر ويكل هاي الأحزاب الدينية اللي موجودة شنو يعني تلمعوهم بالزايد شنو ترحوا أحزاب ترحوا برامج بناء برامج وطن المشكلة الأكبر مشاهدين الكرام في عهد نوري المالكي وهذا العهد رح يتكرر بالمناسبة يعني شون احنا بكل شغلة نقول أيام صدام وصدام وسو هالشكل لأنه فعلا فعلا ما تشوفوا اليوم هو مو بعيد عما السسة وعما زراعة هذا الحاكم المخبول أما ما إجه سواء نوري المالكي أتعس كثير لأنه أسس للدولة للدولة الطائفية الدولة المبنية على الحقد مو مبنية على شيء آخر ليغروكم بقضية الحسين وشهادة الحسين الحسين براء من هؤلاء المجرمين وهؤلاء الحرامية وهؤلاء المزورين على الأقل التاريخ ما يذكر هو كان منهم شون هم ما يلسقون نفسهم بي ما أدري يعني طرح نوري المالكي مشروع بعد الضغط اللي يصار عليها من الأكراد ومن السنة قالوا لي يا بأ أنت استفلكت الوضع الوزارة الفلانية إذا الوزير من حزب الدعوة صارت من الفراش إلى أعلى واحد كله من حزب الدعوة هذا من جماعة الأحرار وهذا من جماعة الفلان واستفلقوا قوات بدر وجيش بدر وما أدري منه انطرحت القضية من قبل القوة الأخرى وبالذات من قبل علاوي ذكر في حينه وانطرحت من قبل الأكراد قالوا يرادلنا موازنة يرادلنا توازن بالدولة فهو قال لهم ما يخالف نسوي توازن نجي على الوزارة اللي وزيرها كردي يعني هم نخلي بيها مسؤولين شيعة ومسؤولين سنة حتى تتوازن تذكرون بعدين صار لما انسحبوا والتيار صد انسحاب والوزراء السنة انسحبه والوزراء الأكراد انسحبه وتوقف المشروع الآن مطروح أيضا في مجلس الوزراء من قبل السيد حيدر العبادي طارحة هو بطريقة يقول احنا ريد نرضي الأخوة السنة وريد نرضي الأخوة الأكراد احنا ما نريد الوزارات تكون من لون واحد احنا نريد نخلق موازنة موازنة شنو على اساس السنة والشيعة والأكراد يعني هم بسدتوا بالبلد خلص البلد يعني بسدتوا بقيتوا والباقين شنو يعني ذولين جي قاير بلا فلتر ما يعني باي الطريقة يعني زين مشاهدين الكرام ان نكون على درجة من الدراية زين ان نكون واعين الى المشاريع الخبيثة التي تبيت لهذا الوطن رئيس الجمهورية العراقية عند ثلاث نواب واحدة من اكبر مهازل الكون واتوا عايشين بامريكا وتقول لي اوباما تشم واحد عنده بس احنا زين نقول بامريكا على الاقل ما موجود هذا اكراد وسنة وشيعة ومسيح يسموهم ويزيد ما موجودين هاي الجماعة هنا هاي الطريقة مشاهدين الكرام لن تقود العراق الا الى المزيد من الازمات الا الى المزيد من الدمار وحرمان هذا البلد من فرص التقدم وحرمانه من ابناء المخلصين اليوم اذا ارادوا يعتمدون على اساس الوزارة الفلانية يريدون يجيبون موظفين اكراد وموظفين سنة حتى يوازنون بين السنة والشيعة هم لا يعتمدون الكفاءة هم يعتمدون الطائفية المقيتة بهذا العمل وهذه هي غايتهم وانا اقول لك اليوم اللعبة هي القوية كل الضعيف وتتعرفون شنو الفيلم بل كبال الاكراد اكو قسم للوزارات يريدون يساوون كل الجماعات اكراد ذاك الوقت يطلعون ومطلع يقولون لهم مثل ما سوا وإلا منصب نور المالكي ان يكون النائب الثالث اتردت ما يخالف قلت اذا الرئيس يكون كردي رئيس الجمهورية يكون النائب مال تسني ويكون النائب مال تشيحي مسولكم المنصب الثالث المن بس للبوق وللنهب مو اكثر ولا الضحك على العراقيين حتى يخلص من المحاسبة على كل مشاهدين الكرام انا اشكر لكم حسن متابعتكم اليوم الاربعاء التقيكم طبعا رح يكون تغيير عندنا ترجوز بالاسبوع القادم لمدة اسبوعين وان طريق الفضائية الارامية رح تعرفون اكون هناك تغيير ربما يكون برنامج باللغة الانجليزية يعني هم رح يطلعوا ايضا بالنشرة مالتهم لكن التقيكم من جديد في برنامج اضواء للعراق شكرا لكم تصبحون على خير ويصبح العراق واهل العراق على الف خير مع السلام